وإلى هذا الخبر العاجل حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكاليزي الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية للبترول وعدد من مسؤولي الشركة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية وأثرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الحالي والمستقبلي في مصر في مجالات الاستكشاف والإنتاج وكذلك التعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة